في تحقيق مقاربهم فإذا أردنا أن نجد حلا تفاوضيا في هذه الحرب علينا أن نعزز دعمنا من حيث الإمدادات لأوكرانيا حتى تكون في مركز أقوى للتفاوض إذن علينا في هذا النطاب أن نقنع رئيس بوتين بأنه لن يتمكن من النجاح في هذه الحرب العدوانية بل عليه أن يجلس على طاولة تفاوض مع نظرائه وأنداده حتى نجد إلى حل تفاوضيا وطبعا القدرة على التفاوض مرتبطة كل الارتباط بالوضع في الحرب في المعركة في حين المكان أود أن أضيف شيئا أود أن أعبر عن امتناني وعجابي بأداء الشعب الأوكراني والقيادة والجيش الأوكراني ومن المهم في هذا الإطار أن نستمر في دعمنا ولكن لا ينبغي أن نتقاعس وأن نقلل من أهمية الروس فالروسيا لا تزال قوية فهي تحوي تستمر الآن في حشد وتعبئة الطاقات العسكرية والموارد العسكرية من إيران ومن حلفائها أو حلفائها الأخرين إذن كما قال الرئيس لينسكي هناك حاجة ملحة تتعلق بالوقت وأن علينا نتحرك بصفة سريعة وأن نضمن الإسناد والدعم مرة أخرى وأكد بأنه بقدر من العزز الدعم الدعم الحديث والدبابات وصواريخ الحديثة فهذا سيمكن أوكرانيا من الدفاع على نفسها وهذا مهم لقيم أوكرانيا ولقيمنا نحن كدول ديمقراطية شكرا جزيلا سيدة أبريل كنت الممثلة العليا للرئيس بايدن في هذا المنتدى بعدما سمعنا إلى الرئيس دودا ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني ما هي رسالتك للأوكرانيين فيما يتعلق بما ستقوم به أمريكا لمساعدة أوكرانيا ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة لدعمي أنا بكل صراحة أشغل في الإستخبارات الوطنية ولا أقيم نفسي القضايا السياسية الإدارة الأمريكية قد خسطت ملايين من الدولارات ومليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا فيما يتعلق بالأسلحة ولكن بالإضافة إلى ما سمعنا إليه حتى الآن أعتقد بأن تدعيات على العالم إذا نجحت إذا فاسمت روسيا بهذا الحرب فإنها تدعيات عصيبة وعسيرة لأن تدعيات تفوق ما نقوله الآن على أنها تنتهيك حقوق الإنسان أشعر لأسلحة لأنها تدعيات تدعياتي هناك كثيرين